بسم الله النقطة رقم 68 هنتكلم برضو عن البريد الالكتروني انشاء توقيع نص بريد الالكتروني او ادراجه او وادراجه ايه بقى نص البريد الالكتروني لا يوجد رسالة بدون ما يكون فيها توقيع كتبت رسالة وعايز توقع تحت مش توقيع بمعنى التوقيع ان انت تعمل كده شخبطة او رمز التوقيع اهم حاجة فيه ان بيدي انت صفتك ايه وانت مين وبعد كده تمضي تمضي التوقيع مش امضاء عمتا لا للتوقيع انا لازم اعرف مين صفتك ايه انا مديري الشركة انا مهندس الشبكات انا محاضر في كلية كذا او جمع كذا يبقى انا بتكلم بالصفة وبعدها اسمك ايه وبعدها احط اللي انت عايزه عايز تحط الشهادة او غيرها هو ده المطلوب ولانها حاجة بتتكرر كتيرة انا بعمل بريد كتير بعمل عشر بريد في اليوم فمش معقولة اكرر نفس الحاجة عشر مرات في اليوم يعني التكرار ما يدولش على الزكاء خالص فهل في مكان بنحتفظ به بالتوقيع واي ايميل نقوله ادرج للتوقيع بتاعه يدرجه هو ده اللي هنشوفه في الاوتلوك هادي الاوتلوك نقدر نروح لفايل ونقوله لو سمحت في اوبشن او خيارات ونقوله نعايز في خيارات البريد هل فيه توقيع ايديتر سبيلنج لا سبيلنج ايه سيجنيتر ايوه التوقيع او الامضاءات اضغط عليه نعم انا عامل ثلاث امضاءات نعم عامل امضاء كمحاضر في الكمبيوتر عامل امضاء كمدير نظم معلومات في شركة من الشركات عامل امضاء كمهندس شبكات ادي مدير نظم المعلومات اتغيرت مدير شركة ام بي سي ولك مهندس شبكات مدير شبكات ومهندس شبكات احمد بهيك وكل واحد زي ما انتم شايفين ادي انا من محاضر احمد بهيك وحطت حتى اللوجو بتاعي اسمي والحاجة والشهادات اللي متعلقة بعملية تقنية او عملية ان انا محاضر ان انا راجل معايا مجاستير ومعايا باكالوريوس انما مدير نظم المعلومات انا راجل معايا ميكروسوف سرتفايد سيستيم ادمينستريتر وميكروسوف سرتفايد سيستيم ادمينستريتر ومهندس شبكات كمان انا غير ان انا مهندس انا برضو معايا ميكروسوف ستفايد سيستيم انجينيين يعني المفروض اللي هو الشهادات اللي تحت متعلقة مين بالصفة اللي انت حطتها اهو المظيفة طيب فما عليك لما تيجي تكتب اي رسالة خلاص بقوله اديني رسالة جديدة وتحط الاسم مثلا انا بهيج حتحط هنا بهيج خلاص مثلا اه ات دوت تي فيي مثلا خلاص وتحط النص الرسالة بتاعتك انا اجاي برسالة هنا وهو وعايز احط هنا التوقيع بتاعي فما اسهل من انك تروح هنا signature وتدوس عليه وتختار كل التوقعات موجودة هنا محاضرة تقنية المعلومات ومدير نظم المعلومات مهندس شبكات انا عايز احطها زادتلي على طول هنا التوقيع بتاعي سهلة عايزين نتعلم دلوقتي ازاي نعمل التوقيع بتاعنا ماشي انا هشيل القديم ونعمل جديد خلاص هشيل القديم اروح signature ادي افتح signature او بلاش من هنا من نفس المكان اللي قلنا عليه من شوية اللي هو من file ثم option ثم mail ثم signatures خلاص وهشيل دول ونعملوا من جديد اوكي اهو اوكي ادي هو cd ونعمل توقيع واحد حتى من جديد ايه بقى توقيع جديد new اوكي هتسمي التوقيع ايه خلاص مدير الشركة ايبقى دا توقيع ايه مدير خلاص الشركة خلاص ونعمل توقيع صديق لما تيجي تبعت لواحد اه يعني كصديق ديك لا يتعلق انت صفتك صفتك كانسان عادي موجود على الانترنت انما هنا نقول مثلا مدير الشركة ايبقى هنا توقيعي بصفتي كمدير الشركة وعمل التوقيع بتاعي تحت هل عايز التوقيع يبقى في الينين ولا الشمال ولا في النص انا عايزه يكون في النص خلاص هتحط ايه عايزه حط الاول الصورة بتاعت اللوجو بتاعي انا ليه لوجو او ختم فاجي اضغط وقول له ان عايز ادخل صورة خلاص وهي نختار الصورة اللي احنا عايزينها انا عندي الصورة هو ومنهم صورة صغيرة هو 2.5 اوكي انسرت دخلنا وعمل سطر جديد ايوه اسمك ادي اسمي سيدي احمد خلاص بهيك حلمي خلاص طيب عايز اكبره اختار خلاص بالكامل والله عايز حجم الخط كبير شوي 16 وانحط مهندس في الاول تعالى في الاول وكتب مهندس ميم خلاص هوم وميم خلاص واسيب وحط يا سيدي دي مهندس احمد بيك حلمي اوكي لكن قبل ما تحط المهندس هتكتب المفروض مدير الشركة مدير الشركة خلاص يبقى دي مدير الشركة اللي اسمه احمد مهندس احمد بيك ممكن حتى تاخد التوقيع بتاعك وتدرجه لان التوقيع هيكون صورة ادي ااجي هنا وانا اعمل توقيع جاهز تحت هو بحيث ان كمان ازود التوقيع بتاعي انسارت ودي كمان توقيع توقيع كبير وعايزين نصغره ما فيش مشكلة نصغره الاول وبعدين نحطه لكن ممكن يتحط بس كده خلصنا كده ابدأ اول توقيع اوكي عملنا التوقيع خلاص نقوله اوكي خلاص لما نيجي نعمل دلوقتي بقبريد جديد اوكي نقوله دلوقتي لو سمحتا نعايز ادرج التوقيع بتاعي بقى ادراك التوقيع مدريد الشركة هيكون تحت زي ما انتو شايفين كده اخر حاجة قرفته نعيد اعادة عشان نثبت المعلومة اوكي انا هقفل الرسالة دي انا اعملها كده خلاص اوكي وهنعمل توقيع جديد من فايل ايوة اوبشن ايوة وميل ايوة وسيجنيتر ايوة اولا نعايز اعمل واحد جديد او نكتب هنا مثلا التوقيع الايه العادي بتاعي او التوقيع الايه العادي او كالصداقة او الصديق خلاص والصديق صديق اه يعني هكتب ايه بقى هيبقى الصديق غير بمعنى اه هكتب في النص خلاص صديقك المخلص لان هنا صديقك المخلص خلاص واكتب تحت حتى ده الصديق خنقول يعني مهندس ايه احمد بايق حلمي خلاص وقال يا سيدي اذا كنت ببعت لصديقها مش هيكون اكتر من كده والله عايز تحط صورة تحط حكتك تحط انت حر ولكن يكفي بهذا الشكل خلاص وقول له موافق وقول له وكيه وكده لما تقول له بقى هنا انا عايز اعمل معلش اعمل بريد جديد وبعد ما خلص البريد حطيت قليب ايج بايق خلاص وحطيت الموضوع دهنئة وحطيت صلب الموضوع مبروك على الشهادة الجديدة اللي حصلت عليها او تكملها او غيرها وعايز احط الايه السيجنيتشا بتاعي وعشان ده السيجنيتشا صديق هيبقى صديق اكتر مخلص احمد بهيج وفي الدرس ده اخدنا ايه اخدنا ازاي ننشئ توقيع وندرجه داخل الايه داخل الرسالة واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة